موسيقى موسيقى السلام عليكم بنات فيديو جديد في قناتي وقناتكم قناة مادام نور وضمن فقرات حلويات نقدم لكم وصفة اليوم حلوة الكوليجا او اصابع التمر موسيقى موسيقى بيضة واحدة ملعقة كبيرة من النشا والعسل وملعقة صغيرة من حبة حلاوة او زرارة موسيقى 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 مرحلة عجينة التمر تحضير السمسم نضيف المرحلة صغيرة من الماء و ملعقة صغيرة من العسل نضيف المرحلة الثالثة العجين نضيف نصف كأس السكر نصف كأس الزيت نضيف المرحلة الزبدة و بيضة واحدة نضيف المرحلة بالضرب اليدوي نضيف ملعقة صغيرة من الزرارة و قطرات من روح الزهر نضيف العجين قطرات المرحلة نضيف الأمر نضيف المرحلة كوكا و مرحلة نضيف ملعقة كبيرة ماء نضيف خلط ثم نضيف جوج كسان العنبة الدقيق نحضر كيمياء قليلة ثم نزول الدراب اليدوي ونحضم بالدية لتحكم في العجينة لأن العجينة لا تريد أن تكون قاسحة تقريبا تريد أن تشبه العجينة الصابلي وهذه تريد أن تكون مرخوفة على العجينة الصابلي ثم نضيف شوية دقيق لنجمعها لنجمعها غير بالأصابيع فقط حتى نحصل على العجينة نتماسك شيئا ما لنشكل منها هنا نضفت تقريبا تقريبا جوج كسان ونصف دقيق لكي جمعت الخليط ثم نجمع العجينة الصافية نحصل على الشكل حينما تكون مرخوفة نضيفها بالفيل الموندير ونضيفها للتلاجة تقريبا مدة 10 دقائق بعد ذلك نخرجها نخدم بها لكي تتماسك ونجمع الزبدة تساعدني نشكلها البنات إلى التلاجة من بعد ذلك نضيفها نضيفها لتحديث ونشكل منها حريبات حريبات ونحصل منها نجمع منها نجمع العجينة من تلاجة ونسرحة ونقطعها على شكل مربع ونقوم بها وستقرب حربل لأن العجينة مرخوفة في ججل اللذي سبق وصيبته نستمر على هذه الطريقة كما تشاهدون في الفيديو حتى نكمل حريبات وعجينة نقطع البنات و ندوزهم في الجلج و نقطع أصابع أصابع من خلال التمر و نحتاج إلى عشرة و نحتاج إلى اصابع التمر و نحتاج إلى أصابع التمر و نحتاج إلى اصابع التمر و القليجة و يمكن تعتمدها في رمضان و في الأعياد و حفلات و الأعراس لأنها حلوة غزالة وغانية ججلان وتمر بعد تشكيل جميع الواحدات سوف ندخلهم البنات للفران يطيبوا ويتحمروا ونخرجهم ونطلق بكم البنات سوف نطلق بكم أخواتي سوف أخرج الحلوة لا تشبعوا من المناتجات غزالة ورطبا لدرجة انفو تقيسيها و تهرز ولكن مضاق حبة الهيل و الزرارة و مظهر سوف ندخلها في الأعياد و الحفلات و المناسبات سوف ندخل غزالة في الفم البنات حلوة جديدة بشكل جديد من مطبخ جديد المطبخ السوري حلوة غزالة الكوليجة أو أصابع التمر كيف تقيسيها و تكسر ولكن ما نقول لكم غزالة و مع الكامل داخل التمر تجي زوينة البنات مهم غزالتي كنتمنى الحلوة دي اللي تعجبكم و الطريقة تكون سهلة عليكم و الى فيديو اخر ان شاء الله دمتم في رعايتنا و كيف دائما البنات في كل نهاية الفيديو كنخبركم على الموضوع دي الفيديو اللي غيكون أسبوع الجديد ان شاء الله الأحد المقبل على الساعة الخامسة مسائل غتنتظروا الفيديو جديد لعبارة عن أسئلة غدي نجاوب عليها و من خلال ديك الأجوبة غتتعرفوا على شخصيتي أكتر كان منشور نزلتوا على المنتدى و انتم ما خليتوا لي الأسئلة ديلكم و أنا غدي نجاوب عليها في هذا الفيديو و كنتمنى أنني نكون خفيفة ضريفة عليكم و أنكم تعرفوا عليها أكتر مع السلامة بنات اشتركوا في القناة